عملية المياه البيضة بالليزر في ناس كتير بتيجي تسأل بتقولي يا دكتور هل انت هتعمل العملية بالليزر ولا لا طبعا احنا مجازا بنعمل العملية بحاجة اسمها الفيكو الفيكو او تفتيت العدسة بوسطة الموجات الصوتية او الالترا ساوند تفتيت العدسة ده بيتم بكل سهولة وبنشفط العدسة دي من فتحة صغيرة وضقيقة جدا فمجازا بنقول المريض دي عملية بالليزر عشان خاطر نفرقها عن العملية العادية اللي هي بتتم كانت تتم زمان عن طريق عمل فتحة كبيرة بنعملها جراحيا بواسطة مشرط عشان خاطر نقدر نخرج المياه البيضاء ده مجازا اللي هو الفيكو اللي احنا بنسميه الليزر ولكن في السنوات الماضية ظهر حاجة حديثة اسمها الفيمتو ليزر لإزالة المياه البيضاء وفي هذه الحالة وبدي تقنية بنستعملها في حدود او في حالات معينة قليلة في هذه التقنية بنعمل قبل تفتيت العدسة بالالترا ساوند بنستعمل الفيمتو ليزر اللي احنا كلمنا عنه قبل كده فيه كوسيلة من وسائل تصيح الابصار ان احنا نعمل الشق اللي احنا هندخل منه عشان او الانسجن او الجرح اللي احنا هنعمل منه العملية وفي نفس الوقت ممكن نستعملها في حالات بتكون فيها المياه البيضاء صلبة وشديدة الصلابة فبنستعمل شوق الليزر عشان نفتت هذه العدسة الى جزائيات صغيرة تبقى سهلة على جهاز الالترا ساوند ان هو يحولها الى صورة لينة يمكن شفتها عن طريق بروب الالترا ساوند اتمنى اكون ان انا وصلتلكم معلومة بشكل سهل ومبسط وبشكركم على متابعتكم ليا واتمنى لكم نعمة الابصار السليم